أعلنت وزارة التخطيط قرب إطلاق إجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي في العراق فيما أكدت أن هذا المسح سيوفر معلومات توفر قاعدة بيانات لتطبيق خمسة مسارات أساسية لتطبيق خطة خفض الفقر الذي بلغ معدلات قياسية قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهنداوي أن الاستراتيجية الأولى والثانية لمحاربة الفقر تعطلت بالحرب على داعش ووباء كورونا وما رفقها من انهيار بأسعار النفط لترتفع معها نسب الفقر إلى أكثر من 30% من عدد السكان حسب تخمينات مختصين أكد أن الوزارة تستعد لإعداد الاستراتيجية الثالثة للسنوات الخمس المقبل أخذين بعين الاعتبار المتغيرات المحلية والظروف والتحديات الدولية مشيرا إلى خمسة مسارات أساسية منها ما يرتبط بالدخل وثانيا تمكين الفقراء ماديا من خلال تحسين شبكة الحماية الاجتماعية وثالثا تحسين نظام البطاقة التموينية وتمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول على تعليم أفضل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للشرائح الفقيرة ترجمة نانسي قنقر